مدوية احب او الهالكو وهو ان مستر باترس كارتيرون اعلن رغبته النهائية في قيد كاسونجو كابونجو في الانتقالات الشتوية الجارية لانه يحتاج الى مهاجم في ظل عدم وجود بديل كف لمصطفى محمد وعاوز يخلق منافسة بينه بين مصطفى محمد وعمر السعيد وشايف ان في ضغوط شي ده جدا بيتعرض لها اللاعبين في المباريات وهكذا هل عنده حسام حسن عرض عربي قوي يدفعه الى الرحيل برضو مقدرش اقول مقدرش اقول فيه كلام انه عنده عرض من احد انديات شمال افريق وفيه كلام انه عنده عرض من الخليج وهو قبل كده كان معرض عليه بيرامتز قبل ما يجيبه الرجل الجديد ده بعد الفرنسي اللي كان موجود لكن هو رفض انه هو يمشي من سموحه وتانه متمسك بسموحه ايه بقى السبب ايه الحكاية ايه الرواية هاتبان في الفترة المقبل عاوز انتقل الى بعث نادي الزمالك قلتلكوا انها عندها باذن الله مباراتها الجمعة باذن الله امام زيسكو الحضور عشر تلاف مشجع باترس كارترون طلب قيد كسونجو كبونجو في القيمة وقال انه هو محتاج ليه فيه غيابات المصابين الفريق هيبقى مكتمل الصفوف يجب ان الزمالك يلعب على الفوز ولا شيء غير الفوز امام زيسكو بعد الفترة اللي فاتت وانا شايف ان الزمالك قادر بفضل الله بفضل الله بفضل الله على التعويض فيه صورة منتشرة لبعض اللي عابي نادي الزمالك وقدامهم شيشة انا ما ينفعش اتكلم في الامور دي ما ينفعش اتكلم فيه انا ما شايفه ماسك شيشة ولا غيره شايف الترابيزة عليها شيشة شايف الترابيزة عليها شيشة مش ممكن ان انا اقول ان الناس كانت قاعدة بتشايش ويا جماعة يعني خلونا ندم ساحة انا ما حبش ابدا اطلع اخبار سلبية على نجم كبير واعد وموهوب زي مصطفى محمد اي الصورة والصورة مش ظهر لكنه مصطفى محمد واحمد سيد زيزو ومش عارف مين يعني يا جماعة ما ينفعش نقولي الكلام ده ولا ينفع السوشيال تنشر هذا الكلام بكسافة ولا الصور بكسافة ما ينفعش ليه انت لا شايفه بيشيش ولا غيره تاني حاجة من حق النجم ان يعيش حياته الخاصة بعيدا عن ما يضر مستقبله في كرة القادر افرض ان هو مع صحابه وحد فيهم بيشيش ما يشيش انت مالك يعني قاعد مع صاحبه لكن هو ما شفناهوش بيشيش طبعا الشيشة بتضر بتضر ان يجمع الكرة ولا يجب ابدا انه يشيش لكن اللي زينا كبير في السن كده ما يشيش يا عام لو هو قاعد مع ناس بتشيش ما تشيش يا سيد لكن السوشيال ميديا كله بيتكلم عن هذا الامر وانا مش عاوز اظهر الصور ولا عاوز اتكلم في الموضوع لانه ما انتشر بشدة حاجة تانية اللي منتشرة هذه الايام وانا مش حبيبة خالص وهي حوارات الشات المفابركة على بتاع الواتس اياب في برنامج اسمه واتس اياب فيك واتس اياب فيك الناس من خلاله بتفابرك حوارات بتفابرك حوارات وبتأزي الناس وكلام بالشكل ده خلونا نحترم بعض خلونا نتعلم من البلاد العربية مش الاوروبية اللي بتعمل دلوقتي بطولات عالمية انا لسه جاي من مباراة برشلونا واتلتكو مدريد والفوزي الكبير اللي عمله واتلتكو والصادمة الكبيرة لستين الف متفرج حاضرين المباراة تمانية وخمسين الف وكسر بالعدد اللي حقدر بيشجع اتلتكو مدريد اتناشر واحد جاي معهم من اسباني لكن الاستاذ كله ميسي 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 برشا برشا وحاجات بالشكل ده فالنظام حلو دي انا بحطه على ايدي كحد مع الكارت الزهبي وبتحرك به ليه الاماكن اللي انا بخشها الاسورة دي الاسورة دي فبالتالي وصلوا مرحلة من التقدم رهيبة بفيه مشروبات قبل المباراة من الشروط التاني لنهاية المباراة بفيه اكل على اعلى مستوى لكل الناس المركز الاعلامي حاجة مفخرة اللي التواصل مع صاحب السميم الملكي الامير عبد عزيز تورك الفصل رئيس هيئة الرياضة بالملكة العربية السعودية سهل جدا وبنشكره وبنشكر الدكتور رجالة وبنشكر هيئة الرياضة كلها على دعوتهم الكريمة لنا لحضور هذا الحدث العالمي كان لأول مرة يبقى فيه سوبر فيه كلاسيكو الارض بين برشلونة وريال مدريد في السعودية في جدة في سادة جوهار لكن شاء المولى سبحانه وتعالى ان قتلتكو مدريد يتفوق يسجلوا قدام والفار يلغي جون لبرشلونة ويحسب ضرب الجزاء على برشلونة وبالتالي المساء وهم تفوقوا قتلتكو مدريد كان عندهم عزيمة وإصرار في المراحل الأخيرة من المباراة ميسي غاب على بعض فترات الشوت التاني بفترات طويلة جدا لكن في النهاية في النهاية في النهاية أربع أكبر أربع فرق في أسباني ريال مدريد برشلونة أتلتكو مدريد فالنسيا بلعبوا السوبر الأسباني في جدة السوبر المصري هيؤجل القم خدوا بس اللي أنا بقوله لكم ده عنوان لسه متواصل من شوية مع أحد المسؤولين في اتحاد الكورة قال الموعد المتاح 20 فبرايد الموعد المتاح 20 فبراير وهيقام فبوظابي في الإمارات العربية المتاحة وإن كابتم محمد فضل هو المنصق في هذا الأمر ده بيعني إيه؟ يعني تأجيل القمة اللي هتقام يوم 19 فبراير اللي هي نهاية الدور الأول ومعاوزين يلعبوها بين الدورين الاثنين هل الأهل والزمالك يوافقوا؟ هل إيه الحكاية وإيه الرواية؟ ولا تعرف ولا تعلم اللي ممكن يحصل؟ لكن الموعد الوحيد المناسب دلوقتي للأهل والزمالك على المستوى الأفريقي هو 20 أكتوبر 20 عفوا فبراير كده معناها تأجيل القمة هتتأجل إمتى هيبقى؟ ده هيبقى الزمالك جاي من قطر؟ أيها من قطر هيروح قطر وهيلعب في قطر على أبوظابي يلعب جاي من السوبر الأفريقي للسوبر المصر مبارتين صعبين جده طب هو برضو ما لو هل هيجي من السوبر الأفريقي على القمة يوم 19 رغم أن كل ما يقال على رئيس نادي الزمالك أنه مش هيلعب الموررك إن أنا عارف أنه هي لها عارف أنه هي لها عارف أنه هي لها ماشي؟ فالله مصرصتنا النبي ده الموعد المقترح الآن لمباراة السوبر المصر يعني في الإمارات أو في السعودية حاجة مفرحة هنا جليعة مصرية كبيرة هنا جليعة مصرية كبيرة بس النظام يا جماعة احنا لازم ننتقل إلى هذا الأمر لازم يبقى عندنا الجماهير أعدادها مفتوحة القانون يطبق على أي حد بيخرج والجماعة اللي بتقول الأسبان رفعين يافط حطين يافطة معلقينها على الصور بتقول عتلتكم مدريد الأمن جاء لهم المفرد ده مش كويس المفرد ده كذا مش عارف إيه ومن اللي جاي الأمن ومعه مسؤول الاتحاد الأسباني مسؤول الاتحاد الأسباني وروا لهم الحكاية والروية لا ده خلاص ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة ولا في حكاية ولا في رواية فده المسألة اللي النهارده كلنا يجب ان احنا نروح ليه وهي ان احنا نعتبر ملاعب كرة القدم مباراة كرة القدم عرض مصراحي النهارده الأسرة السعودية الأسرة السعودية وتحية لكل شعب المملكة العربية السعودية في الملعب بشكل ممتع الزوج والزوجة والأطفال والأسرة وراحين كارنفال يستمتعوا في احترام للخصوصية ما فيش حد يقدر يقول لفظ خارج ما فيش حد يقدر يقول أي حاجة تجرح أزان الناس كله عمل يستمتع بالموجة وبتاعه والتشجيع والحكاية والرواية الخدمات متاحة من كل حاجة حمامات نظيفة أكل شرب أعدى كل واحد جو كرسي حاجة فوق الروعة فوق الروعة فوق الروعة ده وكده احنا قلنا مفاجئة الزمالك في خطق كاسونجو كابونجو وفقا لطلب باترس كارترون قلنا ان صفقة انتقال حسام حسن مقابل كاسونجو ومحمد عنطر وخمسة سر مليون محمد فرج عامر نفاها ونفا ان تكون هذه الصفقة هي سبب رحيل التوقم حسن عن تدريب نادي سموحة واكدنا على ان القمة القمة مهددة بالتأجيل لخلاص للاستقرار على هذا المواع محمد فاضل مع مجلس الرياضة في أبو ظابل ومع شركة بريزينتيشن الرعية وكده ده المعادل أنسى اللي هو عشرين فبراير في أبو ظابل وتبقى مباراة ممتعة بإذن الله بإذن الله بإذن الله الصورة المنتشرة لبعض نجوم الزمالك وكده وبتاع أنا لأحبز هذا الأمر وبرفض لأنا أعود أسيء للناس على صورة هو لا مسك شيشة ولا بعمل حاجة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام إلا إيه اللي العنوان مش واضح محمد يسعي لحظة علاء الصادق ألف فيديو إن أمير مرتدى أكلم وليد سليمان خبر أكيد ولا لا أرجو الرد محمد البورديني بص يا محمد أقرب لعب لي في لعبي هذا الجيل هو كابتن وليد سليمان صديق وأخ عزيز هو مؤمن وعدد من الناس لو ده حصل كان وليد هيشاورني لو ده حصل كان وليد سليمان هيشاورني لكن هسأل وليد وتأكد منه وأقول لكم فلاي في الجمعة بإذن الله هسأل وليد وأقول لكم فلاي في الجمعة بإذن الله فالفردي لم يتم إقالته ده لسه يبحثه مصيره يوم الاتنين وانا مع إقالته قاعد بركة عدك مش قاعد ده واقف بركة خارج الملع ده لو راح أي حد يمسك برشلونة بالتشكيلة دي عنده خمسين ستين في المية كورة أو كاتشانة يكسب لكن قاعد برة بركة 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 رأيه كيف الاستبدال أنا مع البطولات يمشي زي ما بدأت وهذا ما استقرت عليه كل الأنديا اليوم يعني الأنديا اللي حضرت مع عمر بيت جنيني وكابتن محمد فاضل استقروا على احترام بيعني صدمة عنيفة للنادي الزمالك أنه يجيب باك رايت ويدعم خط الوسط وأنه هو يجيب مهاجم فبالتاني ما عندهش على المقعد واحد ومعلومات إن كارتيرون عاوز مهاجم وغالبا كسونج وكابونج جزئية التانية اللهم صلى الله عليه وسلم محمد إن الأهل كان بيناقش الفكر لكنه استقر على احترام الأحداث بيقول لي وليد نزل محادسة على تويتر أشك 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 إن وليد ينزل محادسة أو أشك إن وليد يسجل لأمير مرتضة